خبار الروم اللي عادنا ان اعرضه الوهابيي ووصول قناته في اليوتيوب ل 2 مليون مشترك ان شاء الله الف مبروك واعقبال 10 مليون وطبعا نت psychopath واحد ابو فلا نزعل له باهوسط regards الخبار الثاني يقع haben ان اول يوتيوبر لوît هادنا هو نور مارف نور مارع نزه عليها به اسperan صغيرة سنا نزعل مقطع idol على الساعة بالأربعة حيكون بيكل الفريق مجتمعين وبعدها نزل الستوري يقول بي انه هو حاليا خلص المونتاج رح ينزلنا اليوم رح تقوم الستوريات تشوفها بكير حلوة ما بننكر هشيو صحية بس بدي اسمعين محبوح ليش لانه خلصت كل شي ومنتاجت ونزلت الفيديو و اكلت و شربت و طلعت لبره و سوات السيارة شوي و هيك و لسا الساعة منين و نص ما حد فيها اما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا فهو احمد ابو الرب فاحمد نزل على حسابها بالانستغرام شوية استوريات وهذا الاستوريات يعني ما خلالها عن تصوير المقاطع بينهم انه سيصور مقطع اليوم رح ينزله و لكن حسب الشخص المنتج للمفيديوهات لذا لحق يمنتج الفيديو و اكتبونا احبابي بالكومنتات المقطع منه تحمسني اكثر بين نورمار و احمد ابو الرب الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين و كشفهم الحقيقة شهد واللي هي زوزة سمند لما يعرف انه شهد عندها قناة بيها تقربية 800000 متابع وهذا قناة هي خفاة اسم الاسو و اصالة من التعليقات اللي عدها اما لسى عن السبب فهي صار مشكلة بيناتو بتكونا وترفون هذا المقاطع وتعرفون الخصوة بالكامل اما بالنسبة للدليل او تخيل اخمطة نزل و نزل بها التعليقات و اكتبو اسم الاسو و اصالة بعد اروح للكلمة الى احده ثالث اولا عمد افر التعليق و التعليق الى اشخاص الى رأي بقى محفظة بزين رفع غير لحسابة ومشوفة التعليق اللي هيطل على الناس او لا بقى مغير لحسابة ونزل بها التعليقات وروح على كلمة تلاتت اولا وحشوف انه التعليق مظهر وانه مثلا يأخذو الاشخاص ثانيا ظاهر فاكتبونا يا حباب بالكومنتاج ورقب حركات شهد واخفوها لسمعنس واصالة من التعليقات اللي عادها الخبر الرابع اللي عادنا عنده هجوم متابعين بيسان اسماعيل يسوا شعب على سيدرا بيوتي اما لساعة عن السبب بجمهور نارين بيوتي يتحجم على بيسان اسماعيل الخاص بعدما رجعت الصور وهي اموفلوغز اموفلوغز سافر كالفورنية وتركها في فترة بسيطة رجعوا حاليا نصوروني ببعض وزيد ربيوتي نزلت على سبب الانستجرام هذا البوست واللي كان بهذه الصورة وفعلي هواي من الكومنتاج ان تتهجمون انه اللي اشتحتون على بيسان اسماعيل وانتو اساسة ملابسكم اقصر منها نصور يا حباب قدامكم اكتبوا لي بالكومنتاج هل تستعقدتها جميلة تعرضت له او لا الخبر الخامس اللي عادنا عن مريانا غريب ودخولها للمستشفى ببرينا نزلت على حسابها بالانستجرام شوية ستوريات واللي جاند من داخل المستشفى او مالسا عن السبب فمريانا حاليا ديت ساقط شعرها ولازم تضرب اوبر بلازما بشعرها فرطكم هذه الستوريات وهي تضرب الاوبر براسها شوفوها بعض الناس يفكروا انه ما احب تنتلون خلصت بعد ما خلصت طبعا يا والله ما شاء الله كتير خفيفة ايضا الحمد لله وبس انه وصلنات المقطع اتمنى المقطع جابكم حبايب اللايكات اللايكات هي اللي حتصاعد المقاطع خاصة بعد ما يتصر اكم مشاكل باليوتيوب والقناتك للسترايكات متل بتعرفون فلازم انه احنا رجع هذا التفاعل بعد ما شلت استرايكات وبس شابوا في زيما خطم امك القصص و الى اللقاء